أعلنت شركة سالك تلقيها تكليفا رسميا من هيئة الطرق والمواصلات لتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية على طرق إمارة دبي وبإطلاق البوابتين تتوقع الشركان تشهد زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية وتقع البوابتان الجديدتان عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل والصفاء الجنوبية على شارع الشيخ زائد ومن المخطط تشغيل البوابتين المذكورتين في نوفمبر من عام 2024 الحالي وذلك تزامنا مع انتهاء أعمال مشروع تطوير شارع الخيل